يشهد الوضع الصحي في ليبيا داخليا وخارجيا ترد يندى له الجبين وضع المستشفيات في بعض المدن لا يمكن تخيله بعضها في الجنوب لا تحتوي على أنبوبة يكسوجين واحدة لإنعاش مريض في حالة حرجة وبينما يزور رئيس الحكومة المؤقت عبدالله الثني مركز بنغازي الطبي ويلتقي وزير الصحة ومدير عام المركز فتحية العريبي لبحث سير العمل بالمركز وتحسين الأداء وتطوير كفاءة الكادر الطبي وإعداد الترتيبات الأمنية اللازمة للمركز يلتقي الصراج أيضا من جهته وكيل عام وزارة الصحة السيد محمد هيثم عيسى ووزير الداخلية فتحي باشاغة ونقشا أيضا سبل تأمين الخدمات الإسعافية للجرحى والمصابين قبل أن يتم نقلهم للمستشفيات الميدانية وتوفير آليات تنفيذ برامج وخطط متعلقة برفع الكفاءة الطبية ملفات ومباحثات واجتماعات لا تغير من الواقع شيئا فالمصابون والجرحى في أوضاع بائسة جدا هنا وهناك ومنظمة الصحة العالمية تسهم بفاعلية أكثر واقعية وصرحت عبر صفحتها على الفيسبوك بأن وضع المستشفيات في ليبيا يحتاج إلى دعم إضافي وبأنها عالجت خلال الستة أشهر الماضية خمسة عشر ألف مريض في شرق البلاد وغربها وساعدت في توفير الرعاية الطبية للمحتاجين اشتركوا في القناة